موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية قوائد لغة كنا شفنا في الحلقة الماضية يعني وحد نظرة عامة على ليمود وقلنا بأن هاد ليمود ما هي في الحقيقة إلا وحد توجه إذن طبع الحال فبالإضافة للصرف طبع الحال دي الفعل إذن الفعل من التي يدخل في هذا الماض إذن هو تفيد لنا وحد المعنى معين طبع الحال هناك بعض الأزمينة أنها تتشارك فيما بينها في بعض الأدوار هنا طبع الحال في هذه الحلقة نشوفه كل زامن زامن أولا لانديكاتيف طبع الحال كما تشوفه بأن لانديكاتيف أنه تضم وحد المجموعة دي الأزمينة طبع الحال اللي حسبناها غالقوا ثمانية ولكن هناك آخرون تعدوا عصرة الأزمينة علاش؟ لأنهم تضيفوا لهذا الأزمينة اللي عندنا هنا لتتنضوي تحت لانديكاتيف تزيدوا لفيتر بروش وتزيدوا طبع الحال لفيتر بروش كما رأينا في أكثر من حلقة هو المستقبل قريب كيفاش تتكون؟ تتكون من فعل ألي زائد لفيتر بروش كما نقول لفيتر بروش طبع الحال دي مدك الفعل مستهدف بالصرف أنه تتصرف تتصرف فقط لفيتر بروش تتصرف تتصرف نوزالون او مثلا تتصرف نوزالون لفيتر بروش هد ناس فلمساعد طبع الحال كما رأينا بأن أعزمين هدو هم المساعدين حتن ستعملون في الأزمين المركبة بحال بسيكومبوزي بحال الى أخيره إذن طبع الحال تنستعملوا هاد لزوكسيلياغ عدنا أيضا عدنا أفعال أخرى كما لو نقول بأن ناس فمساعدة ما تتوصلش أنها تكون مساعدة تستعمل ضروريا بحال في أزمين مركبة ولكن هي ناس فمساعدة لأنها تستعمل بدرجة أقل بحالها ش بحاله غير آلي تساعدنا باش نصرفه به واحد الفيعل مثلا في الفيطير بروش نقول مثلا أنا سأذهب بعد لحظات يعني أنني أشيك على الذهاب أو مثلا أنا سأكتب بعد لحظات إذا مطبعت الحال هاد الفيطير بروش يكاد أنه يكون بخيزن لو أنه سبق وحش شوية باش أن الكلام دينا يوصل بهد المعنى ضروري أننا نستعملو لوفغب آلي بلوس لوفغب كونجيغي مطبعت الحال هاد لوفغب كونجيغي أنه تيبقى في الانفينيتيف كي تبين شكو اللي غايتصرف هاد لوفغب سوما أكسيليا هو اللي غادي تصرف أما الفعل الآخر تبقى في الانفينيتيف وغايفيد لنا بأنني سأقوم بهد الفعل بعد لحظات أيضا نفس الشيء مع يعني أنه ماضي قريب يكاد يكون حتى هو بخيزن لو أنه غير تعطل وحش شوية يعني أنني نقول مثلا أنني خرجت للتو كنت تعطلت وحش شوية كنت عن كون خارج الآن إذا نقول مثلا جو فين دو سورتير أو مثلا نقول نو فين دو سورتير نحن خرجنا للتو إذا نستعمل لوفغب سوما أكسيليا هناك تيجي بطعب هذا الحال كفرب سوما أكسيليا أنه نصف مساعد حتوى بحال آلي باشي وصل لنا المعنى ديل أنني درت هاد الفعل قبل اللحظات لو أنه تعطل غير شوية كما قلنا كان يكون بخيزن إذا بطعب الحال هناك التي يضيف هذه الأزمينة لها الأزمينة اللي غير نشوفه هنا باش يقول له عدنا عشرة المهم نشوفه اللي عدنا عدنا أول زامن بطعب الحال في الانديغاتيف هو لو بخيزن دو الانديغاتيف يعني الحاضر إذا لو بخيزن كما تعرفوا بأنه تعبر على اللحظة التي تتكلم فيها المتكلم إذا في البخيزن نقول مثلا أنا أحلم الآن إذا نتكلم عن الإعلان الشخص يعلن المتكلم يعلن في اللحظة بخيزن نقول عن شيء يعني أنها مباشرة أنها بدون واسط وأنها فورية إذا نتكلم عن يعني عن الإعلان مومو أو لنبارل يعني تتكلموا على اللحظة التي نتكلم فيها عندما أقول مثلا المارش سوق ست شخص مفرد بعيني أو مجموعة أشخاص إذا المقصود أنه يتمشى الآن أنه يسير الآن أو أنهم يتمشون الآن أنهم يمشون الآن إذا نتكلم عن اللحظة تبدل حال رَبَرِي رَبَرَيْ لِمَنْتَنُوا أَجُورْدُوِي كَيْبَوْ لَاكُمْبَنِي يعني علينا أن نعلموا حد مسألة علينا أن نعلم ما هذا؟ هاد مانتنون أو أجودوي مانتنون يعني الآن أجودوي يعني اليوم كَيْبَوْ لَاكُمْبَنِي التي يمكنها نتكلم عن جزء الكلمات مانتنون أو أجودوي كَيْبَوْ لَاكُمْبَنِي التي يمكنها أن ترافقوه تترافق هذا البخيزان نقول مثلا مانتنون جو غيف الآن أنا أحلم أو مثلا أجودوي جو تحفاي أنا اليوم أعمل إذن تبقى البخيزان غالبا أن هاد PhD الافعل قص years後 ترى cra School أنها ترافق بها الكلمتين أيضا هاد ليفيد في الإعلان الاНАغاسيوم يعني الحكي تنتكلم عن لنغاتور يعني الحكي الشخصşتح كانت قوي غير القصة يسمى لنغاتير إذن يعني الحكي على بلاس than pasi sample يعني في مكان الطب هitatedنا نعرفوا بأن ال pasi sample تفيد لنا التعبير على وحد الفيحة الوقاف الماضي ولكن في حد اللحظة قاسيرة تنستعمل capital مسألة عادية ولكن كما تنعرفوا أيضا بأن capital sample أيضا تتستعمل في القيصة لدرجة أنه من الضروريات في القيصة المكتوبة الرواية المكتوبة ضروري أن تستعمل capital sample ولكن في بعض اللحظات أن lattijina في الحكاية في الرواية كان مستخفل تجابة القيسةiph حياتهم هذه المسألة تستعمل حتى في اللغة العربية معدلين مع تحتفل عربية مطلع لك مثالا ويدخل البطل ثم يقلب الطاولة ثم ينتسر على خصومه هنا لم أقول لك مثلا ودخل البطل في الماضي بل أقول لك ويدخل البطل ثم يقلب الطاولة ثم ينتسر على خصومه إذن طب هات الحالة للأفعال اللي استعملتنا كلنا استعملتها في البرزن باش دك الساميع تسمع القيصة كأنها تحدث أمامه تنستعملو البرزن تنستعملو الحاضر تنستعملو المضارع علاش باش رجعو ديك القيصة اللي تنسات او انها ماتت ترجعوه في الحاضر ترجعوك الناحية أيضا لو برزن تتستعمل بور إكس بريمي إن فاريته جنرال يعني انو تتستعمل باش نعبرو بيه على واحد الحاقر قامة حتى في العربية كانت مسألة الخير دائما ينتصر يعني الخير ينتصر لم أقول لك بأن الخير انتصر ينتصر طب هات الحال في الماضي في الحاضر في المستقبل ستبقى هذه القولة حقيقية او مثلا نقول كما عندنا هنا يعني ان الماء يغلي في مئة درجة الماء يغلي في مئة درجة الماء يغلي في مئة درجة طب هات الحال هذه حقيقة عامة نقول يغلي ولم نقول غلا ولم نقول غلا بل يغلي ايضا هنا تستعمل لبريزن يعني لاش باش نعبرو لواحد الحقيقة عامة ايضا دوري يعني المدة الزمنية او عبتود يعني العادة بنفس الشكل ايضا انو تعبر على لو passé proche او لو futur proche ذكرنا في البداية انو الانديغاتف ممكن انو نضيفه لو لو passé proche او لو passé récent او لو futur proche Proche يعني انو قارب récent يعني انو جديد ايضا تنتكلموا على لو passé récent او لو passé proche او لو futur proche طب هات حال كما قلنا فيما سابق بانا لو passé récent يعني انو ماضي ولكن قريب اما لو futur proche انو مستقبل ولكن قريب اذا قراب لبريزن ومدام انو قراب لبريزن يعني احيانا ما تنستعملوش لو passé récent ما تنستعملوش لو futur proche باش غنعبرو عليهم تنعبرو عليهم فقط بالبريزن مدام انو قراب لبريزن واحد يلا فاتوا حشوية واحد ما بقى لوالو ويوقع اذا طب هات الحال ممكن انو ننعبرو عليه بالبريزن نقول مثلا جو سور دوليكول يعني انني خرجتو للتو من المدرسة نقول انا اخرج من المدرسة اذا بدل انك تقول مثلا انني خرجتو للتو او انني ساخرج اذا اقول جو سور اذا بدل انني اقول جو سورتير دوليكول يعني انني خرجتو قبل قليل من المدرسة اذا اقول جو سور او بدل انني اقول جو سورتير يعني انني ساخرج بعد اللحظات جو دي تو سمبلمان يعني انني اقول ببساطة جو سور دوليكول يعني بلا ما ندخل في هاد التفصيلات بلا ما ندخل في هاد زيادات يعني تنسى هالقضية اكتر هدو المقصود هنا انني تنستعمل بريزن بدل هاد جوج الازمينة يدكارنا بانني تنستعمل طبع دل حال كما قلنا في المالسابق باناني تنستعمل كا سمي أكسليار عدنانا جو سورتير أناني خرجتو للتو طبع دل حال تنستعملوا طبع دل حال كا سمي أكسليار باش نعبرو على لباسي غيصان ايضا تنستعملوا لفرب آلي لدينا جو سور لفرب آلي بالنوزالان ايضا يستعمل ثمانوكو من الجملة نقول أنني سأعمل أو سأقوم بعمل طبعا تستعمل لذرب آلي إذن هاد أنني تنعوض تنعوض بالبريزن يعني تنستعمل فقط البريزن بدل أنني نضيف هاد الجزئيات طبعا الحال كما قلنا في المسابق بأن لذرب آلي ماشي ببعدهم اللي كانين كالسومي أكسيليار هناك عدة أفعال أخرى أنها تتلعب هاد الظور أنها سومي أكسيليار يعني أنها نصف مساعدة ماشي مساعدة بحال أتر وبحال أفوار أتر و أفوار تنستعملوهم بكثرة أنهم من الضروريات باش نتكلم على الباسي كومبوزي مثلا ضروري نستعمل مثلا يا أتر أو أفوار جبغيت نتكلم على البلوسكوب باربي مثلا ضروري نستعمل أتر أو أفوار اللي حساب كل فعل واشنو تحتاج طبعا الحمد تكون بحذرة أفعال أتر أو أفوار ولكن ملت تكون في حد تركيبة دي الوحدة الجملة أو دي الوحدة العبارة تجي مراها أفعال إذن تكون كمساعدة إذن كما قلنا هناك أفعال أخرى أن تلعب ضرور ناس مساعدة كما قلنا الآن ذكرنا لوفير فنير وذكرنا لوفير وآلي كين فنير وكين آلي ناس دي اللغة وكتعارفوا تعارفوا مثلا على أن لوفير فنير هي جاءة ولكن ملت تكون مرافع الآخر مثلا نقول جوفي عنده سورتيه ما تتوقعش عندنا جاءة خرجة تتولي يلا خرجت إذن تولي فيد هذا المعنى إذن مثلا عندما نقول جوفي باغتيه يعني أنني سأنطالق بعد لحظات إذن تنعرفوا بأن لوفير بآلي هو ذهب ملت تقوله جوفي آلي كول يعني أنني داهب للمدرسة عندما نقول مثلا جوفي آلي كول يعني أنني داهب للمدرسة ولكن عندما نقول جوفي باغتيه أنا ما تبقاش الدور ديال آلي هو الدهاب ولكن تولي فيد لنا واحد المعنى آخر وهو أنني سأدهب بعد لحظات إذن هذا هو المقصود إذن كما قلنا هناك أفعال أخرى بحال ماتخ ماتخ بطبع هذا الحال ذكرنا أكثر من مرة أنه تلعب الدور ديال نصف مساعد نقول مثلا إل سومي أكريي يعني أنه بادأ في الصراخ أو نقول مثلا إل سومي أفاق كوملوي يعني أنه بادأ بالفعل مثله إل سومي أفاق كوملوي يعني أنه بادأ بالعمل مثله بدأت يدير بحاله هو بدأت يدير بحاله يعني بحالة نشوفو هنا أن هذه الأفعال تلعب جوزي للأدوار الدور دياله الخاص لوفير هو جاء لوفير آله يداب لوفير ماتخ يواضع ولكن عند واحد دور آخر من التي يجي مرافع أخرى تتأديها لوفير من تجي مرافع الآخر تيقول لي يلا هذك الفعل يوقع لوفير آله من تجي مرافع الآخر تيقول لي هذك الفعل يلا غيوقع إذن نتكلم عن لوفير سمي أكسليار يعني الأفعال نسف موسائدة إذن نتكلم هنا عن لوفير نقول مثلا جو غير يعني أنني أحلم الآن ودكرنا المهام اللي تيقوم بها كما قلنا كيه لإننسياتي كيه لنراتي كيه إن véritي جنرال كيه إن دوري عبتود تيعوض لوفير أو لوفير أو تيعوض لنا لوفير بحش أيضا هناك زمان آخر اللي هو لو باسي كمبوزي نقول مثلا جو غير يعني أنني حلمت يعني أنني حلمت مارك لانتريوريتي بارابور أو بحزن يعني أنو تيسجل مادة لانتريوريتي يعني الأسباقية بارابور أو بحزن يعني بالنسبة الحاضر لو باسي كمبوزي بتبهت الحال أنو تيمتلينا الأسباقية تيمتلينا واحد اللحظة واحد الزمان تيوقع في الفعل ولكن قبل ما لبخيزون إذن تناخدو حنا لبخيزون بحل شي حاجة تابتاق غننعبرو عليه حواج خورين إذن بالنسبة لهاد البخيزون لو باسي كمبوزي أنو تيجي يقبل منو ايكزامبل كمثال جو غير في يعني أنني فحصتو أنني دققتو أنني راجعتو عدنا لوفير في تخوفو يعني ثلاث مرات جو غير في تخوفو يعني أنني راجعتو أو دققتو ثلاث مرات تون تكست نساك المقصود أنني راجعت نس ديالك تون تكست إلي جيست يعني أنه صحيح إذن أنني دققت تلاث مرات النس ديالك ولقيته صحيح إذن جو غير في تخوفو تون تكست إلي جيست يعني أنه صحيح إذن استعملنا كما تنشوفوا أنني دققت في الماضي وليس الآن إذا نتكلم على واحد الفعل يعني في الماضي بالنسبة للحاضر أيضا هناك ماذا؟ هناك إذا نقول يعني أنني كنت أحلم يعني في الماضي ولكن واحد مدد للوقت إذا نتكلم على أكسيون كم أكسيون كم أكسيون ممكن أنه يسبق بدرجة أخرى مثلا تكون في الباسي سامبل إذا يجيه هو في الدرجة الثانية كم أكسيون كم أكسيون إذا ممكن أنه يأتي مثلا بعد الباسي سامبل كم أكسيون في الفعل الآخر طبعا تحل في حد الزمان آخر تعبر على المرتبة الأولى إذا يعني أنه تيجي باش يعبر على واحد الحادث يعني ما تنحدوش إن تبدأ وإن تنتهى في الماضي وتيعبر كما قلنا على واحد الحادث تيجي في المرتبة الثانية إذا طبعا تحل كما قلنا فيما سابق بأن هاد لنبارفي أيضا تعبر على لابتود أيضا على لدورة إذا تعبر على لابتود أو لدورة مثلا يعني يعني أنه تمشى أو ماشى لعدة ساعات إذا كما نرى بأنه تعبر لنا على واحد المدة نراعق أيضا أيضا نسأ Energie يعني تزامون الحادث واحد الحادث توقع واحد الحادث اخر يرافقه اذا ممكن اننا نعبر عليه بلان بارفي ايضا هاد لان بارفي ايضا كما قلنا في المستفق انه تيجي باش يعبر لنا على واحد الوصف لا ديسكريبسيون دون زن عيسيو باسي كومنتر يعني تعبر لنا على التعليق اذا نقول مثلا يعني انه كان يقص تقريبا متران اذا هنا يعني كما نرى يعني كأننا نتكلم عن شيئين ونصفه بانه يقيس او ان طوله مثلا متران اذا كما قلنا بان الان بارفي يأتي في هذه الادوار بعد الان بارفي هناك اذا كما قلنا بارفي اذا كما قلنا بارفي اشتري哈 اشتريوا باللغة